تسوية سياسية مستدامة جملة ترافق الجولات الدبلوماسية الدولية الخاصة باليمن في العشرين من فبراير الفين وثلاثة وعشرين وخلال زيارته لأبوظبي بدى مبعوث الأمم المتحدة جروندبرغ متمسكاً كعادته بالأمل في نجاح تحركاته الدبلوماسية وبحسب بيان مكتب المبعوث الأممي فإن جروندبرغ بحث مع المسؤولين الإماراتيين أهمية الدعم الإقليمي للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة الخطاب الرسمي للدول الإقليمية المتدخلة في شان اليمني تبدو مهمة بالنظر إلى تاكيدها على دعم سلام آمناً ومستدام إلا أن هذا التاكيد تزامن مع تصريحات من داخل الإمارات تتعارض وفكرة إرساء الأمن الدائم لليمن حيث طالب رئيس الانتقال عيدروس الزبيدي خلال لقائه المبعوث الأممي في أبوظبي بإدراج مطلب الانفصال في أجندات المفاوضات الأممية القادمة بالنسبة لمراقبين فإن الجولات الأممية الجارية في المحيط الإقليمي لليمن تكرر ذاتها دون إحراز أي تقدم حقيقي يطمن اليمنيين بإمكانية بناء مستقبل آمن لبلدهم الذي يعيش رهينة صراع كيانات محلية تتبع دولاً إقليمية هي ذاتها الدول التي تدعي الحفاظ على سيادة اليمن والاستقراره الأمر الذي يشكك في مسار الجهود الدولية ويجعل اليمنيين يضعون أيديهم على قلوبهم كلما سمعوا عن السلام ومفرداته أو شاهدوا سفراءه ومبعوثيه